اشتركوا في القناة يده الله ورعاه حيث أسس جلالته قواعد العمل الراسخ بما جعل شراكة الشعبية عبر المجلس النيابي ركيزة أساسية في الحكم وذلك عبر التعاون الفعال وتكريس الجهود بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحقيقا للأهداف والتطلعات الوطنية وأشادت معاليها بالدور اللافت الذي يطلع به الاتحاد البرلماني الدولي في مساندة جهود البرلمانات في مختلف دول العالم وأكدة معاليها طرح عدد من المبادرات خلال جلسة المباحثات التي عقدت مع السيد باشيكو بهدف تطوير آلية عمل الاجتماعات في الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي تطلعا لجعلها أكثر فاعلية من جنبه أعرض رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن إعجابه بما وجده من أثر واضح وملموس ومنجزات كبيرة نظير ما تعيشه مملكة البحرين من تقدم متنام نتيجة للإرادة الإصلاحية المستمرة التي يرعاها بحكمة جلالة الملك المفدى مؤكدا أن ذلك جعل البحرين نموذجا لمجتمع التعايش والسلام والديمقراطية وفق مشروع إصلاحي رائد قائم على الدستور والقانون وشراكة الشعبية والبرلمانية ترجمة نانسي قنقر